اشتركوا في القناة والبداية من شبكة شام الإخبارية ونطالع في أبرز عنوينها اتحاد علماء المسلمين ندين تفجير اسطنبول الإرهابي حيث جاء في تفاصيل الخبر أدان الشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حادث التفجير الذي وقع يوم الثلاثة بمنطقة السلطان أحمد السياحية في مدينة اسطنبول التركية وأسفر عنه سقوط ضحايا ووصف القرداغي في بيانه حادث التفجير بالآثم والإجرامي والإرهابي أيا كان مهتكبوه وندد باستهداف الأبرياء الآمنين مؤكدا أن مثل هذه الأفعال المشينة تتعارض مع جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية كذلك وحذر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من سيناريوهات استهداف الدول الإسلامية والعربية وخاصة تركيا للنيل من أمنها واستقرارها وجاء في عنوان آخر رأس النظام السوري نثمن دور إيران وروسيا في دعم صمود السوريين حيث قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن للدول الصديقة وفي مقدمتها إيران وروسيا دور مهم في صمود السوريين وتحقيق الانتصارات التي يمكن أن تحدد لدرجة كبيرة معالم خريطة عالمية جديدة ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن بشار الأسد لدى استقباله وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي والوفد المرافق له إعرابه عن تقديره والشعب السوري لمواقف إيران الداعمة لسوريا في مواجهتها للإرهاب ونقرأ في خبر آخر أغلو منفذ تفجير اسطنبول ينتمي إلى تنظيم الدولة ولا يجوز تحميل السوريين أي مسؤولية حيث قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو إن منفذ تفجير اسطنبول يوم الثلاثاء أجنبي ينتمي إلى تنظيم داعش وتعهد بمواصلة بلاده حربها على الإرهاب بنفس الحزم ودون تمييز بين المنظمات الإرهابية سواء كانت داعش أو البيكيكي ونشد داود أغلو خلال استقباله مماثلين عن الجمعيات الثقافية العلوية التركية في أمقرة يوم الثلاثاء المواطنين بعدم تحميل السوريين مسؤولية وجود منظمات إرهابية من هذا النوع ونقرأ أيضا في خبر آخر بوتين الأسد ارتكب أخطاء كثيرة وقد نمنحه حق اللجوء إن استدعى الأمر وجاء في تفاصيل الخبر لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعطاء حق اللجوء لرأس النظام السوري بشار الأسد إذا استدعت الضرورة مشيرا أن ذلك لن يكون بالأمر الصعب لهم رغم ما تهربه من الإجابة على سؤال هل ستعطون حق اللجوء للأسد أم لا جاء ذلك في حوار أجرتهم معه صحيفة بلد الألمانية أشار فيه أنهم لا يريدون أن يتكرر سيناريو أحداث العراق وليبيا في نهاية مطاف الأزمة بسوريا وردا على سؤال هل تعتبرون بشار الأسد الذي يشنه هجمات ضد شعبه بشكل علني حليفا لكم أجاب بوتين قائلا كما تعلمون إن هذه مسألة دقيقة أعتقد إن الرئيس السوري بشار الأسد ارتكب أخطاء كثيرة كما نطالع أيضا السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة المساعدات التي وصلت مضايا غير كافية على الإطلاق حيث اعتبرت ثمنثة باور السفيرة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة أن المساعدات التي وصلت بلدة مضايا بريف دمشق كانت ضرورية إلا أنها غير كافية على الإطلاق باور قالت في تصريح إعلامي مساء الثلاثاء إن التقارير القادمة من مضايا وغيرها من المناطق السورية المحاصرة بخصوص عمليات التجويع مروعة للغاية مضيفة قبل شحنة المساعدات التي وصلت لم يكن سكان مضايا الذين يقدر عددهم بحوالي أربعين ألف الشخص قد حصلوا على مساعدات إنسانية منذ ثمانية عشر شهرا منذ الثامن عشر من شهر تشرين الأول والانتقال إلى صحيفة عينب بلدي نقرأ في العنوين يوم دام في إدلب ناشطون أربعين قتيلا بتوقيع موسكو حيث جاء في تفاصيل الخبر صعد طيران الحربي من غاراته على محافظة إدلب لليوم الثالث على التوالي وتركزت الغارات على مدن وبلدات معارات نعمان وسراقب وسرمدة سقط إثرها قتل وجرح بينهم أطفال ومتطوعون في فرق الدفاع المدني وقالت شبكة المعارة اليوم في صفحتها عبر فيسبوك إن خمسة وعشرين شخصا سقطوا جراء غارات نفذها الطيران الروسي نفذها على المدينة يوم الثلاثاء في الثاني عشر من كانون الثاني وأوضحت الشبكة أن من بين الضحايا عنصران في الدفاع المدني في المدينة إلى جانب إعلاميين أحد فصائل المعارضة فيها ولقيا خمس مدنيين حتفهم وأصيب أخرون جراء قصف مماثل تعرضت له مدينة سراقب بحسب تنسقية المدينة متهمة الروسيا بوفقوفها وراء المجزرة أيضا وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نقرأ في العنوين حملة سوريون مسيحيون من أجل السلام تجبر قناة سما على وقف الإساءة للمسيح وجاء في تفاصيل الخبر أجبرت حملات الكترونية قادها مسيحيون سوريون على الشبكات الاجتماعية قناة سما على إيقاف بث مسلسل إيراني يتناول حياة السيد المسيح معتبرين أنه يسيء للدين المسيحي وأجبرت حملات الكترونية على الشبكات الاجتماعية القناة إيقاف بث المسلسل الذي أراد فيه كاتب السيناريو تشويها قصة المسيح من ولادته وحتى صعوده بطريقة لم تخل من قصد والمسلسل من إنتاج إيراني يتناول قصة السيد المسيح من زاوية الإسلامية ولاق الشجب والاستنكار نفسهما الذين واجههما حين عرضا في لبنان نظرا لأنه يتضمن أخطاء كبيرة تصيب جوهر الدين المسيحي واتهمت القناة بإثارة النعرات الطائفية والأخذ بوجهة النظر الإيرانية حتى ولو كانت على حساب الطوائف المسيحية السورية ونقرأ في عنوان آخر طيران التحالف يدمر خمس سيارات لداعش قرب البوكمال حيث دمرت طائرات التحالف الدولي يوم أمس خمس سيارات تابعة لتنظيم داعش إثر استهدافها بغيرات جوية عدة سيارات تابعة للتنظيم في بادية البوكمال شرق دير الزور وكانت هذه السيارات متوجهة من مدينة البوكمال إلى العراق ويرجح أنها كانت تقل مقاتلين تابعين للتنظيم إضافة لشخصية قيادية مهمة في التنظيم وذكرت مصادر ميدانية لكلنا شركاء أن الغارة أدت إلى مقتل كامل العناصر الموجودين في السيارات المدمرة إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن عشرين عصر آخرين بجروح وشضايا تم نقلهم إلى مستشفيات خاصة بعناصر التنظيم ونقرأ أيضا الحكومة السورية المؤقتة استهداف روسيا للمدارس جريمة ونطالب بموقف من عدوانها حيث أدانت الحكومة السورية المؤقتة المدزرة التي ارتكبتها الطائرة الروسية بحق طلاب المدارس في رف حلب الغربي يوم الاثنين دعية الهيئة الدولية إلى حماية الأطفال السوريين واتخاذ موقف واضح وصريح من العدوان الروسي وجاء في بيان صادر عن الحكومة السورية المؤقتة نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن روسيا ما زالت مسرة على عدوانها وعدائها للشعب السوري الثائر متخذة من محاربة داعش شماعة وغطاء لاحتلالها وبالانتقال إلى موقع العرب الجديد نقرأ في العنوين تركيا إلقاء القبض على 21 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش حيث جاء في تفاصيل الخبر قامت شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن ولاية شاندي أورفا الحدودية مع سوريا يوم الثلاثاء بشن عملية أمنية واسعة في المدينة ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش ما أسفر عن اعتقال 21 شخصا يشتبه في انتمائهم للتنظيم وبالانتقال إلى جريدة القدس العربي نقرأ أيضا الحرس الثوري الإيراني يحتجز عشرة أمريكيين كانوا على متن زورق دورية في الخليج حيث جاء في تفاصيل الخبر نقلا عن دبي رويترز قالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن الحرس الثوري الإيراني احتجز زورقين أمريكيين على متنهما عشرة أفراد بعد أن دخلا بصورة غير قانونية المياه الإيرانية في الخليج وذكرت الوكالة احتجزت القوات البحرية للحرس الثوري الزورقين قرب جزيرة فارسي داخل المياه الإقليمية الإيرانية لمسافة كيلومترين ولم تذكر مزيدا من التفاصيل وفي واشنطن قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس باراك أمباما الثلاثاء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري أنه سيتم السماح للبحارة الأمريكيين الذين احتجزتهم إيران بمواصلة رحلتهم فورا وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق إن الجيش الأمريكي فقد الاتصال بزورقين صغيرين كان في طريقهما من الكويت إلى البحرين وقال مسؤول عسكري أمريكي إن تسعة رجال وامرأة واحدة تحتجزهم إيران وإنهم كانوا على متن زورقين دورية وبهذا الخبر مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة